الحقيقة الموضوع التاني موضوع خاص بخشغجي وهو انا مش عارفة الاخ دونالد ترامب القى بيان بس خلونا نشوف قبل ما يلقي البيان ده القى النهاردة بخصوص القضية دي كان حصل تمهيد كده احنا مش فاهمينه وما نقدرش نقول هو السبب و ايه هل ده تمهيد من السلطات الامريكية قبل ما يلقي بيانه علشان لما يجيب سيرة محمد بن سلمان لأول مرة ما نتفاجئش او عشان تبقى السعودية عاملة حسابها ولا هل ده كان تمهيد عشان لما ترامب يحاول يراوغ يبقى خلاص تحطه قدام الامر الواقع احنا ما نعرفش سر الفرشة اللي اتفرشت قبل ترامب ما يلقي بيانه النهاردة اسمع بقى بداية التمهيد ادي مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية قال النهاردة من الواضح تماما ان ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان امر بقتل خشقي هناك اجماع كبير على ان القيادة السعودية متورطة في هذه الجريمة ولا احد يناقش ذلك داخل الحكومة يعني ادي مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية قبل ما يطلع ترامب وقبل ما يفتح بوقه خالص مسؤول كبير في وزارة الخارجية قال انه لا واضح جدا انه محمد بن سلمان وراء الموضوع ده وان احنا خلاص ما عادنا نتنش بنناقش القصة دي جوه خلاص يعني الموضوع خلص بالنسبة لنا ده تمهيد ليون بانيتا برضو ده وزير الدفاع الاسبق بيقول امريكي التقييم المقدم لترامب حول علاقة بن سلمان بقتل خشقي موثوق للغاية فجأة كل ده قبل ما يطلع ترامب يتكلم رون وايدن برضو بيقول سيناتور امريكي الديمقراطي بيقول على رؤساء اجهزة المخابرات ان يخرجوا ويقدموا للشعب الامريكي والكونغرس تقييما علنيا عمن امر بالقتل كل ده قبل ما ترامب يطلع فهل كانت لعبة بيمحدوا بيها عشان ترامب لما يذكر اسم محمد بن سلمان في البيان بتاعه ما تبقاش مفاجأة ولا هل هم بيضغطوا على ترامب ان يقول نشوف وزير الدفاع التركي خلوسي اكار قال الادلة التي تمتلكها تركيا في قضية مقتل خشغجي ليست صوتية فقط وتركيا تمتلك ادلة على علاقة بينه وليه عاد السعودية بالحادث ونحن نتقاسم هذه الادلة مع دول اخر للامانة عشان بس احنا بنحترم الناس وزير الدفاع التركي قال حاجة يعني هو ترجموها كده بس وزير الدفاع التركي ما قالش كده بالزبط وزير الدفاع التركي الموزيع بيسأله هل محمد بن سلم في ادلة على ان محمد بن سلمان وراء الموضوع ده فوزير الدفاع رد قال في ادلة على ان الجريمة والادلة معانا ما قالش بقى في ادلة على محمد بن سلمان يعني هو مؤكد هو رجل دبلوماسي ورجل فاهم هو بيقول ايه لكن ما ربطش قوي ما قالش في ادلة على ان محمد بن سلمان لكن سؤل هل هناك ادلة على تورط محمد بن سلمان قال لدينا ادلة ومش عارف ما قالش بقى ادلة على ده الامانة بس عشان ايه ما نتحكش عن الناس كل اللي فات ده كل اللي انا قلته ده التصريحات الفضيعة دي اللي فيها اسم محمد بن سلمان والبطل كلها كانت قبل ما ترامب يطلع يلقي بيانه الالقام شوية وهو القام اتأخر قوي يعني كان مفروض الساعة عشرة صبح بتوقيت امريكا لكنه اخر كتير جدا اخر ليه ما نعرفش مش بس دي ده في حاجة تانية ترامب من النوع اللي هو يهوى المسرح السياسي هو كاراكتر كده زي السادات كده يعني في ناس سياسيين يحبوا الشغل الشو السياسي فيلاقي افتتاح كبري عروس عيل بيت طاهر المهم يطلع يعمل شو كده في حتة ترامب من النوعية دي شعبوي بتاع مسرح سياسي وده مش عيب على فكرة مش باقيين حد عشان الساداتين ميزعلوش مني لأ هي تركيبة ناس يعني فيه تركيبة واحد ما ينفعش يقول حاجات كده بياناته بتاع لا يا لازم يطلع ويعمل شو ويقول ويشاور ويعلق على واحد ويعمل افيه ويتاخد الاففيه ده في السوشال ميديا ترامب من النوعية دي من نوعية السياسيين بتوقع المسرح السياسي السؤال بقى ده ترامب مش في نوش النهاردة ده قلقى بيان قال لا ده ترامب رايح جاي عمال يعمل الأفلام ده بطل السلمة في العالم كله يعني اشمعنا بيان يبقى واحد اشمعنا ترامب اتاخر يقول ايه اللي اخلاه اخر كل الوقت ده عشان يقول بيان اتنين ليه بيان ليه ما طلعش كده في حديقة الخلفاء البيت الابيض واقعد يقول بقى وانا واللزينة وانا لا ما طلعش الدارة ورا بيان طيب مش مهم الملحوظتين دول المهمة قال ايه في البيان هنعدي ملحوظت نتأخر قوي هنعدي ملحوظت انه ما طلعش عمل الشو بتاعه ناخد بقى البيان نفسه الفيئة اهو ترامب محتمل جدا ان محمد بن سلمان كان يعلم كان يعلم بقتل خشغد ياه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه من المحتمل جدا ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان على علم بقتل الصحة في جمال خشغي وربما لم يكن كذلك مشيرا الى ان اجهزة المخابرات الامريكية تواصل تقييم المعلومات المتعلقة بالقضية وجاء تعليق ترامب في اول بيان رسمي يصدر عن البيت الابيض بشأن مقتل خشغي بعد نشر وسائل الاعلام العالمية فحوى تقييم وكالة المخابرات الامريكية سي اي اي الذي اشار الى ان محمد بن سلمان هو من اصدر الامر بقتل خشغي شو بقى الكلام يعني ترامب قال في البيان ان من المحتمل ان يكون محمد بن سلمان هو اللي امر ومن المحتمل انه ما يكونش امر هو قال كده ده اجتسي ان ان علقته خلاص وبعدين طلع قال او في نفس البيان قال انه اصدر لسه تواصل اهو تواصل اجهزة المخابرات الامريكية تقييم المعلومات المتعلقة بالقضية مع ان الحقيقة يعني ان الصحف الامريكية وسائل اعلام العالمية نشرت التقرير بتاع المخابرات الامريكية وخلصته يعني خلصته يعني نشرته خلصت يبقى ازاي تواصل يعني عم تهدى بقى هو اللي كان وراء ولا ما كانش تبا دي واحد بتقول لسه المخابرات لسه ما الامريكية ده الجريمة حصلت يوم اتنين اكتوبر احنا النهار ده كام نوفمبر 20 نوفمبر كتير قوي مش بس كده ده الاترق سلموا كل الاشرطة الصوتية والمرئية سلموها الامريكان لسه بتواصل طيب نكمل معا وجاء تعليق ترامب بعد نشرة سالة اعلام غير ان الرئيس الامريكي احجم عن تبني ذلك التقييم بتاع المخابرات وفقا لما جاء في البيان وقال ترامب ان واشنطن تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان مصالح الولايات المتحدة واسرائيل والشركاء الاخلامين وراء ترامب ان الكونجرس حر في الزهاب الى اتجاه اي اتجاه مختلف اهلا اهلا هنا بقى البيعة هنا بقى باع محمد بن سلمان رسمي يعني في الاول ما بعوش صحيح يعني جاب اسمه صحيح اول مرة يقول يعني الحاجات اللي عندنا بتقول انه ممكن يكون هو اللي وراء الموضوع لكن ممكن ما يكونش هو اللي وراء الموضوع وبعدين بعد كده يقولك المخابرات اما كان لسه بتواصل لحد كده الكلام لا على حامي ولا على بارد بس لما ييجي يقول بقى لا هاتها تاني لما ييجي يقول بقى ايه انه اهو وراء ترامب ان الكونجرس حر في الزهاب في اتجاه مختلف بشأن السعودية وذكر البيان انه من المحتمل ان لا نتمكن ابدا من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل خشغي واكد ترامب انه في كل الاحوال علاقة امريكا بالسعودية كويسة لكن الكونجرس حر من شوية بقى بدأ ايه يعني